عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا حيث استمع المجلس إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي والذي أعلن عن مبادرته لتشكيل لجنة تضم ممثل المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لإعداد خارطة طريق لإجراء انتخابات هذا العام تعد الانتخابات الوطنية الشاملة والشفافة المقرر إجراؤها في عام 2023 خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح أكرر طلبي إلى المجلس أن يعرب عن دعمه لخطة المقترحة للمضي قدما لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وطالب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة بضرورة مراجعة نظام الجزاءات الدولية للسماح للسلطات الليبية بإدارة أسولها المجمدة ودعم الإرادة الوطنية والاستجابة للليبيين للوصول إلى الاستقرار والأمان واجب علينا أن نذكر السيد الأمين العام والسيد باتيلي وفريقه وهذا المجلس عند تقديم حلول للوساطة أن يتدارسوا جيداً التجارب السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في بلادي منذ سنوات وأن يستفيدوا منها لأن الوضع لم يعد يتحمل خراء الطرق ومسارات ومراحل انتقالية جديدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غتيرش قد أكد في تقريره عن الوضع المزري للاجئين في ليبيا حيث تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال قائماً ويجب التقدم باتجاه المصالحة الوطنية لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته المشروعة لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً طالبت الأمم المتحدة وغالبية الدول العضاء في مجلس الأمن المجتمع الدولي بدعم خطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا لإجراء الانتخابات هذا العام من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت